اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على تقارير تتعلق بسلسلة الإجراءات والسياسات التي تتبنىها الحكومة والتي تصب في مصلحة المواطنة وتابع سموه ضمن هذا السياق سير العمل وحجم التنفيذ في جملة من مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين والمتصلة بالقطاعات التعليمية والصحية والإسكانية والبنى التحتية وقد أصدر سموه توجيهاته في هذا الخصوص مؤجها إلى إيجاج الحلول السريعة لأي تنواقص من الخدمات واستكمالها فورا ومتابعة التنفيذ ومراقبة الأداء في تطور العمل بمختلف المحاور ووجه سموه كذلك إلى ضمان أن يحصل المواطنون على الخدمات الحكومية والتي تسهر الحكومة على توفيرها لهم وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا بقصر قضيبية مع كبار المسؤولين راجع سموه من خلاله ما هو جاري تنفيذه من مشاريع حيوية وما يجري الأعداد له من برامج تحقق ما خططت له الحكومة في محاورها وبرنامج عملها كما وقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجهاته في هذا الخصوص بضمان كفاية الخدمات في مختلف قرى ومدن المملكة وأن تسير المشروعات الموجهة لخدمة المواطن في إطار الجدول الزمني المحدد لها دون أي تأخير ينعكس على المواطنين ترجمة نانسي قنقر